السلام عليكم مرحبا بالمشاهدين وأهلا مجددا بالمشتركين وحيا الله الزوار الجدد في قناة سيارات متعددة مالتي أوتو في هذا الفيديو ستكون المقارنة بين شينجان C95 أو 95 ونيسان إكستيرا المقارنة ستكون في المواصفات الفنية للسيارة حسب ما هو مذكور في موقع كلام من السيارتين ويبقى التقييم الفعلي هو للمشاهد للتعبير عن ما هي السيارة التي كانت مواصفاتها وتصميمها مناسب له شينجان C95 لقد قدم الصينيون شينجان بكل فخر فهي سيارة تمتلك الكثير من المميزات المتقدمة والتي أصبحت إحدى مواصفاتها الأساسية غير أنها كما نعلم لا زالت في بداية الطريق نحو النجاح وقد قامت الشركة بصقل أفضل خبراتها ووضعت كثير من التقنيات المتقدمة في سيارتها لتعلن بذلك مقدار الاهتمام الذي تبديه الشركة تجاه الانطلاق نحو النجاح والاهتمام بالعميل المواصفات الفنية تأتي شينجان بمحرك بنزين بأربعة استوانات بسعة 2.0 أما الوقود المستخدم فهو 91 ويفضل استخدام 95 لأفضل أداء كما أنها مزودة بدفع أمامي وإمكانية تفعيل الدفع الربعي أيضا أما العجلات فهي مقاس 19 بوصة بالإضافة إلى توفر العديد من أنظمة الأمان حيث جنبا إلى جنب مع الكاميرا المحيطية محرك شينجان سي 95 هو محرك بلو كور مزود بشاحن توربو بحق الموقود مباشر وسعة المحرك هي 2.0 لتر بقوة قصة تبلغ 233 حصان عنده 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران 360 نيوتن ميتر عنده 3500 دورة في الدقيقة أما نوع الوقود فهو 91 والأفضل الأداء يفضل 95 وسعة خزان الوقود هي 74 لتر أما صرفية الوقود فهي 12.6 وتقييمها ممتاز ناقل الحركة في شينجان سي اس 95 فهو أوتوماتيكي وعادل غياراته 6 سرعات وتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في 9.8 ثانية وسرعته القصوى محددة إلكترونيا ب190 كيلومتر في الثانية مميزات أخرى تتوفر شينجان سي اس 95 بحساسات أمامية وخلفية وكاميرات محيطية بالإضافة إلى طبلون هو عبارة عن شاشة متعددة المعلومات وسقف بانوراما مع مكيف أوتوماتيكي بالكامل أما فيما يخص سعرها فسعر أعلى فئة هو 110 ألف ريال سعودي نيسان إكستيرا نيسان شركة غنية عن التعريف فقد عرفت بالكثير من موديلات سياراتها التي كانت ولازالت حتى وقتنا الحاضر تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة جمعتها عبر السنين وقد قامت الشركة بتحديث سيارتها إكستيرا وأعدتها إلى سقنا الخليجي بعد توقف دام حوالي 5 سنوات بتصميم رائع ومنصفات كثيرة وجميلة مما جعلها على الطريق الصحيح مجددا أما فيما يخص المواصفات الفنية أو المميزات الفنية تأتي إكستيرا بمحرك يقال أنه مشابه لمحرك نيسان التما بأربع سطوانات والوقود المستخدم هو وقود 91 أو أكثر وزود أيضا بدفع رباعي اختياري وعجلات مقاص 17 بوصة كما يتوفر فيها الكثير من الأنظمة مثل الأنظمة الأمان والسلامة بالإضافة إلى العديد من التقنيات مثل الحساسات والكاميرات المحيطية وغيرها محرك نيسان أكستيرا هو محرك مكون من أربع سطوانات سعة 2.5 لتر وقوة قصوى تبلغ 165 حصان أما نوع الوقود كما ذكر سابقا هو 91 وعلى وسعة خزان الوقود هو 78 لتر وصرفية الوقود 11.4 لتر بتقييم جيد جدا ناقل الحركة في نيسان أكستيرا هو ناقل حركة أتوماتيكي بالكامل بعدد غيارات سبع سرعات وتسارع السيارة من صفر إلى مئة في 8.4 ثانية وسرعة قصوى محددة إلكترونيا بـ 190 كم مميزات أخرى للنيسان أكستيرا تواجد حساسات أمامية وخلفية وكاميرات توفر رؤية محيطية طبلون هو عبارة عن عدادات يتوسطها شاشة صغيرة أو متوسطة المكيف أوتوماتيكي بالنسبة لسعر السيارة لأعلى فئة البلاتينيوم 130 ألف ريال سعودي خلاصة المقارنة في هذا الجدول توجد خلاصة المقارنة لكل السيارتين مع التسعير لأعلى فئة في كل السيارتين وفي الختام لا يسعني سوى أن طرحي لهذه المقارنة بشكل حيادي ولا تحيز لشركة على حساب شركة أخرى فقط طرح المواصفات والمميزات بشكل مختصر وبسيط والرأي الأول والأخير هو لك أخي المشاهد لتقييم السيارة وإبداء الرأي في تعليقك أسفل الفيديو سيسعدني ذلك ولا تنسى عمل لايك وشير سبسكرايب للمقطع لكي أستطيع أن أستمر في وضعها مثل هذه الفيديوهات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر